ما حسب المحامي ماتر طارق الرزقي كان معنا منذ قليل يقول لكم نوبي نفى أمام النيابة العمومية علاقته بالتسجيلات المسربة المنسوبة بصوته أنا كوفيدة مبادئة موضوع تخلى القضاء الخوض فيه في منابر العلام أنا نعتقده أنه وسيلة موسيقى للضغط سواء من طرف هذا نعتقد الاختبارات قاعدة معناها في الأثناء قاعدة تمشي بعد نتيج الاختبار وقرار القضاء توقتها نجمون كيف ومعناها قال القضية هل ترى معناها سيد موندر لسينيسي على حق أو مش على حق أنا في وقت البارح كنت نتحدث وكان عندي موقفوث أنا لا يهمني أنه هو تسريب مفبرك أو غير مفبرك ما يهمني وإني أنا تناقش فيه كمنبر علامي هو المحتوى متاع التسريب هذاك لأنه عنده تأثير كبير على الحياة السياسية في تونس وقتين تحدثوا على تخابر أطراف معينين اللي يطلعوا في المنابل العالمية وتحدثوا على الديمقراطية والوطنية والسيادة الوطنية وبعد نلقاهم هما يتلقاهم في أمويل من أشخاص عندهم متواصل مع دول وجهات أجنابية هذا هو الخطير بالنسبة لي نعتقد مش موضوع الونيسي هو الحلقة المهمة في الموضوع كنت نتمنى وأنه بعد التثبت معناها من صحب هذا وقتا نتوجه للأشخاص المذكورين فيها ونحلوا ميلة فيه التحقيق لأنه فما شبهات تخابر مع أطراف ودول أجنابية وهذا شيء يختير وفما أطراف في الخارج قاعد تدفع معناها إلى المسم الأمن العام في تونس ويحبوا يهزوا لملادي لمحرقة وغيره وبالتالي نعتقد أنه أهم من التثبت لأنه منذ الونيسي هو إنسان تحدث على وضع موجود أنا شخصيا ما نعتبرش ما هو الحلقة الغلال ما هو الفعل أصلا هو مضغوط عليه بش يفعل الأشياء وكان خرجت حد مضغوط عليه بمعنى ما حسب التسريبات تنقلوا إن صحت التسريبات وصحها ما قيلة على نسان مدلونيسي تحدث عليه أشخاص سمهم هو بالاسم في التسريبات قال أحمد قعلول عرفيق عبد السلام معاذ الغنوشي غيره يضغطون من أجل أنه يدخل هو في مواجهة سيدامية مع السلطة هذا ياسمه تحريض على المسم الأملعة وبالتالي مضلونيسي ما هو هو الطرف الفاعل أنا مذهبي الأطراف اللي قاعدة تحرض من الشيء هذي وقت يتحل فيها تحقيق هذي المنطق في صحة التسريب ومن عدمه معناه أنا نحب نتثبت إذا التسريب صحيح موش لأنه مدلونيسي مدير بالنسبة للأطراف المذكورة مثلا هو تحدث ثيراني دي معلامة ورده في التسريب فهمني شيء مع عيسى جاور بن بارك يتفاعلون مع شخص معين قالوا اسمه ريذا دريس هذا ما وجد في التسريب اللي هو بيدو تحدثت عليها أنه هو معناها بوستاجي فرنسا أنا حسب التسريب هذا ريذا دريس ولا في وحلقة وسط بين فرنسا وبين أطراف الهنة اللي تخرجنها في المنابر تدعي في الطهورية والشرف والوطنية ويبدأوا يتحدثوا كده وهي هاي طلعت المواقف معناه خان ما مقبوط للأجر حسب التسريب ديما نعاود نكون موش كناميان وبالتالي إذا ثبت صحة هذا التسريب يعني أنه صوت سي المنطر لونيسي وطلعت تسريب كلام مسجل فعليا وسيح يلزم التحقيق في هذا هذا يجب التحقيق فيه هذا موش للأطراف سوط صحيح مفابرق هذا حديث فيرق يجب أن نحقه في هذا لأنه هنا رأو بارشا 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 حويش تمس البلاد رأو يختر كبير تحدثوا عليه مواجهة صدمية على عبادة تتخابر مع جهة أجنبية أما مهدي هذا نعرفه أحنا نعرفه هذا ما يروش في الكواليس أما القضاء لا يتحرك بالكواليس المطلوب أنه يفتح تحقيق جدي في الموضوع هذا يجب يتحدث تحقيق جدي وبعد ياخذ القرار بكامه اشتركوا في القناة